السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات واولئة امور الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله معدنا مع شرح جرامر يونيت 4 اللي هي بعنوان هاو يو افر ترافل بايبلين للسه اول مرة يتابعنا سنة تلتة احنا بنشرح جرامر اليونيت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونيت بالكامل من كتاب جيم والمعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة وتابعوا فيديوات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا ان شاء الله دعمكم مهم جدا لينا لانه بيشجعنا نقدم اكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض اول جزء معانازل تلتة هو زمن المضارع التام زمن المضارع التام من الازمانة السهلة والمهمة جدا جدا اول حاجة هنعرفها مع زمن المضارع التام هو بتاعه اللي هو تكوينه في اللي هو الاثبات او الجملة المثبت بيتكون من ايه زمن المضارع التام بيتكون من اللي هو التصريف الثالث للفعل وطبعا بنختصرها للبيبي اللي هو بيرمز الى التصريف الثالث للفعل طب ايه التصريف الثالث للفعل ده طبعا ده احنا كلنا عارفين يا سنة تالتة ان احنا عندنا للفعل تلات تصريفات التصريف الاول وده شكل الفعل في زمن المدارع البسيط والتصريف الثاني وده شكل الفعل في الماضي البسيط والنهاردة هناخد التصريف الثالث مع زمن المدارع الطالب طبعا احنا هنا عندنا فيروب توهاف هو helping verb فعل مساعد وليس فعل الاساسي الاساسي عندي اللي هو التصريف التالت للفعل ده. احنا ممكن نختصر هاف لأبصره في في اي ممكن نختصر هاز لأبصره في اس طيب احنا بنستخدم هاف او هاز بناءا على ايه بناءا على السبجيكت اللي هو موجود في بداية الجمع السبجيكت ده هو الفعل الفعل اللي عندي لو هو اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع بستخدم هاف او أبصره في في ومعاهم طبعا اللي هو التصريف الثالث للفعل زي ما اقول مثلا اي هاف فاوند ابان انا وجدت قلم هنا عندي شكل الفعل في زمن المضارع الايه المضارع التام ليه بقى لان انا لقيت عندي فيربي تو هاف ولكن فيربي تو هاف هنا لوحده لأ طبعا معاه التصريف الثالث من الفعل اللي هو فايند يجد التصريف الثالث منه فايند يبقى احنا هنا نقف هنا لازم نحفظ جدول الافعال اللي هي غير منتظمة اللي موجودة في كل درس نحفظه كويس جدا جدا عشان نقدر نفرق ما بين الفعل اللي هو المنتظم والفعل اللي غير منتظم انا هنا عندي فيربي فايند من الافعال اللي هي غير منتظم التصريف الاول فايند التاني فاوند التالت فاوند يبقى انا بقى هاعرف ان ده منتظم او غير منتظم ازاي من خلال حفظي لجدول الافعال اللي هي غير منتظم انا هنا لقيت have والتصريف التالت للفعل عرفت على طول ان ده زمن المدارع التام طبعا احنا هنا استخدمنا have علشان عندي subject are الجملة التانية بيقولي she has finished her work هي انها تعملها برضو ده شكل الفعل في زمن المدارع التام عندي has والpost participle والتصريف التالت من verb finish هو finish تدفع لregular منتزم واستخدمنا هنا has علشان عندي subject she ده بالنسبة لتكوين المدارع التام في الاسبات بيتكون من have او has والpost participle اللي هو التصريف السالس للفعل بعد كده شكله في negative اللي هو النفي او الجملة المنفيه بنفيه طبعا verb to have بنفيه by have not او has not ومعاهم past participle التصريف السالس للفعل طبعا have not بنختصرها لhavent وهاز not بنختصرها لhasn't وبنستخدم برضو haven't or hasn't بناء على subject اللي هو الفاعل زي ما المنفي لاننا عندي لقيت hasn't ويه التصريف التالت للفعل ويه طبعا نافينا بhasn't او استخدمنا hasn't علشان عندي الفاعل مفرد اللي هو علي بعد كده اللي هي الجملة الاستفهامية طبعا احنا عارفيني ان احنا عندنا نوعين من السؤال او النوع اللي هو اللي هو السؤال بمعنى هل اجابته يا اما بيرسل يا نعم او انه يعني لا طبعا القاعدة الاساسية في تكوين السؤال بمعنى هل قلنا ان هي بتبدأ بالفعل المساعد او الفعل النقص احنا عندنا في المدارع التام الفعل المساعد have or has وبنجيب ال subject اللي هو الفاعل وبعد كده post participle اللي هو التصريف السالس للفعل احنا بنستخدم في السؤال have or has بناءا على subject زي ما شرحنا قد الوقت بيقول لي ايه has she cooked her lunch yet هل هي طبخة الغداء بتاعها حتى الان لو هي فعلا طبخة هنقول yes she has طبعا احنا بنحط yes اللي هي الاجابة في الاشبال وبنبدل بقى she ما كان hands وهاز ما كان شي نقول yes she has لو الاجابة عندك بالنفي هتقول no she hasn't لا هي ما خلصت شي طيب وضح طبعا احنا بنسميها اجابة مختصرة يعني ايه لا ما حد يقول لك هي طبخة الغداء تقول له لا او ايوة طيب لو انا بقى عايز اجابة آآ كاملة اقول yes she has cooked her lunch ايوة هي طبخة الغداء بتاع لو no she hasn't cooked her lunch لا هي ما طبختش الايه الغداء بتاع المثال التاني بيقول لي have you eaten Chinese food هل انت اكلت طعام صيني ده شكل السؤال في زمن المضارع التام ها have والفاعل والتصريف التالت للفعل ده فعل طبعا من الافعال اللي هو irregular غير منطس لو الاجابة عندي بالاسبات هتقول yes i have طبعا يوفي السؤال تحول الى i في الاجابة لما سألك اقول لك انت هترد تقول لي انا يبقى yes i have طب لو الاجابة عندك بيه النفية تقول no i haven't وبرضو زي ما قلنا دي اجابة مختصرة لو انا عايز اقول اجابة كاملة او yes i have eaten Chinese food او no i haven't eaten Chinese food ده بالنسبة ليه النوع الاول اللي هو yes or no question اللي هو السؤال بمعنى هل النوع الثاني من السؤال بنسمي الwh question اللي هو السؤال بعدات استفهام بيبدأ بعدات استفهام من جيب الquestion word اداة الاستفهام وبعد كده have او has والsubject والpost participle اللي هو التصريف التاغت للفعل طبعا احنا قلنا ان السؤال بمعنى هل اجابته يا اما بياس يا اما بنو اما السؤال بعدات استفهام اجابته معلومة ممكن المعلومة دي تكون وقت او مكان او طريقة او حال او اي حق المهم ان هو بنجاوب بناء على الاداة المستخدم بيقول لي ايه what have you bought انت اشتريت ايه قال له I have bought a new car انا اشتريت سيارة جديدة هو سأل في المدارع التام لازم برضو يجاوب في زمن المدارع التام have you في السؤال تحول الى I have ليه بقى زي ما قلنا you تحول الى I يبقى لما يقول لي what have you bought انت اشتريت ايه يقول لي I have bought a new car اشتريت سيارة جديدة يقول بقى او يذكر الحاجة اللي هو اشتراها بعد جدا الكيوورد ايه الكيوورد كلمات الدل على الزمن الكلمات المفتحية الكلمات اللي هتعرفني الزمن بتاعي اللي انا هستخدمه الكلمات الدل على زمن present perfect اللي هي على زمن المدارع التام هي just حالا ready بالفعل since منذ for لمدة ever من قبل never ابدا yet حتى الان where recently اللي هي حديثة لازم نحفظ الكلمات دي كويس عشان نقدر نحدد اه نوع الزمن اللي احنا هنستخدمه بعد كده الي هو استخدام ده جزء مهم جدا زمن المدارع التام بيستخدم للتعبير عن ايه بيعبر عن حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوث يعني ايه هو ما بيهتمش بالوقت هو بيهتم بالحدث ذات نفسه زي ما يقول لي my favorite writer has written a new book اللي هو كاتبي المفضل كتب ايه كتب جديد انا هنا اهتميت بالفعل اللي عندي او اهتميت بالحدث ولم يهتم به الزمن لذلك هو ما حددش الوقت حدوث الفعل وكمان بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ومازال مستمرا حتى الان ايه الحدث اللي بيبدأ في الماضي وينتهي زمن الماضي البسيط ولكن ده الحدث بيبدأ في الماضي ولكن مازال ايه مازال مستمر حتى الان زمن المدارع التام بيستخدم للتعبير عن حدث بدأ في الماضي ومازال مستمرا حتى الان زي ما اقول انا بعيش في الشقة دي منذ عشر سنوات الحدث بدأ من عشر سنين ولكنه مازال مستمر حتى الان ان انا مازلت تعايش في الشقة بعد كده بيعبر عن حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحال يعني الحدث خلصته وانتهيت منه في الماضي ولكن مازال لسه اثره معي حتى الوقت الحال زي ما قولي انا شاهدت فيلم ايه مرعب انا شاهدته وخلاص ولكن باقي الاثر بتاعه اللي لسه ماثر علي مش قادر انام يبقى حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحال بيعبر ايه كمان بيعبر عن حدث في الماضي مع ذكر عدد مرات حدوثه يعني ايه يعني الحاجة دي حصلت وحصلت مثلا عملتها ايه عملت منها كزا حاجة يعني ما اقول شربتي 3 كبيات شاي هنا حددت 3 كبيات شاي حدد العدد اقول ايه فوزتي بت 3 جواز هنا حدد برضو العدد يبقى انا هنا باستخدم زمن المضارع التاني هو شرب كوب بيتين من الاهو حدد العدد المرات باستخدم المضارع التاني ايه فوزتي بتلت جواز برضو باستخدم زمن المضارع التاني هنعندي الاستخدم تاني لان الاستخدام مهم يعبر عن حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوث لانه ما بيهتمش بالزمن قد ما بيهتم بالحدث يعبر عن حدث بدأ في الماضي ومازال مستمرا حتى الآن يعبر عن حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحاضر يعني فيه اثر موجود نتيجة لحدث ده يعبر عن شيء حدث في الماضي مع ذكر عدد مرات حدوثه بعد كده بيقول لي يعني ايه يعني هو هيعرفني ازاي المضارع التام بيستخدم مع ever و never طبعا احنا قلنا ان الكلمات الدل على زمن المضارع التام هي just already ever و never و yet و since before طبعا كل كلمة من هذه الكلمات لها شرح مفصل او استخدام مفصل مع زمن المضارع التام احنا هناخد في اليونت هنا هناخد ever و never و هناخد كمان معها since before فهنشرح الاول ever و never بيقول لي ان احنا بنستخدم اول حاجة ever معناها من قبل وبتستخدم في السؤال بمعنى هل للسؤال عن خبرات سابقة اخد بالي ان ever بتستخدم في السؤال السؤال بمعنى هل ولكن بقى ناخد بالنا ان ever بتيجي في منتصف السؤال شوف اخد بالي هوق في منتصف السؤال بنجي في have او has و ever والفاعل والتصريف التالت لي الفاعل زي ما يقول لي هل سبق ان انت ذهبت للصحراء دي بيسألك عن خبرات سابقة لو انت فعلا ذهبت اقول yes i have طب لو انت لم تذهب اقول no i have يبقى اول حاجة انا اخد بندة منها استخدام ever اللي هي معناها من قبل في السؤال بمعنى هل بتيجي في منتصف السؤال بعد have او has و قبل الفاعل وبتسأل عن خبرات سابقة بعد كده never never دي معناها ابدا بتستخدم في الجملة لتفيد النفي يعني ايه الجملة بتاعتها بتكون مسبت ولكن never هي اللي بتفيد الايه هي اللي بتفيد معايا النفي يعني كأننا نفيتي الجملة بالظلط يبقى اه بتعبر عن عدم موجود خبرة سابقة يعني الحاجة دي انا ما عملتهاش never يعني ابدا يعني الحاجة دي ما عملتهاش زي ما هنا بيقول لي هنا هبيجيب السبجكت وhave او has وnever والتصريف التالي للفعل وزي ما قلت ان الجملة معاها بتكون مسبتة يعني الفعل بيكون ايه مسبت have او has وليس haven't وهذا لان never هي اللي بتفيد النفي زي ما قولي i have never met a famous person انا عمري ما قابلت شخص ايه مشهور معناه ان i haven't met a famous person بتفيد النفي انا ما لم اقابل شخص ايه مشهور بيقول لي هنا زي ما قلت وعند استخدام never ما بنستخدمش ايه ما بنستخدمش ناط لان never اساسا بتفيد النفي طيب اه شوف بقى السؤال كده انا منحز كده السؤال ده بيقول لي have you ever met a famous person لو انا سألت وقلت لك هل انت قابلت شخص مشهور يبقى انا هنا استخدمت ever فين في السؤال 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 بمعنى هل جيبتها في منتصف السؤال انا ليه بركز على منتصف السؤال ودايما بقول ever بتستخدم في منتصف السؤال لان احنا هناخد بعد كده كلمة برضو بتستخدم في السؤال بمعنى هل ولكن في نهاية السؤال الهيئة هنشرحها بعد كده فبيقول ليه كده have you ever met a famous person هل انت قابلت شخص مشهور لو انت قابلته هتقول yes i have met a famous person ايوة انا قابلت ايه شخصية مشهور طب بقى لو انت جاوبتي بالنفي تقول no i have never met a famous person يعني انا ايه لا انا لم اقابل شخصية ابدا لن اقابل شخصية ايه لم اقابل شخصية مشهور انا هنا نفيت بنفر وجبت الفعل عندي ايه مزبت او ممكن اقول no i haven't met a famous person person لم اقابل شخصية ايه مشهور انا هنا جبت مزبات عشان عندي نفر اما هنا طبعا لما حبيت انفي حب نفيت haven't جبت معاها التصريف التالي للفعل مباشرة ده بالنسبة ليه المضارع التام مع ever و never بعد كده المضارع التام مع sense و 4 اول حاجة احنا اخدها 4 معناها لمدة ويأتي بعدها المدة التي استغرقها الحدث ايه مدة الحدث دي مدة الحدث دي ممكن تبقى مثلا 3 days 3 ايام 4 months 4 شهور 2 years سنتين 5 hours 5 ساعات مثلا ده الارقام طبعا الارقام ممكن تكون ايه ارقام ده انا بقول مثلا يا long time منذ وقت طويل او short time وقت قصير او the last اخد بالي بقى من the last دي وليه اخد بالي منها علشان نعرف دلوقت the last زائد مدة the last تبقى الفور معاها the last يبقى تاني المدة دي ممكن تبقى كم ساعة كم يوم كم شهر كم سنة او مثلا وقت طويل وقت قصير and so on زي ما اقولي i have lived in this flat for 13 years انا بعيش في الشقة دي لمدة 13 سنة يبقى انا هنا عشان جبت المدة اللي استغرقها الحدث استغدمتي فور he has been at this school for a long time. هو في المدرسة دي منذ وقت طويل. لذلك اللي فهمنا من الجمل ان have ان احنا بنجيب الاول الفاعل مع have او has والتصريف التالت للفاعل وبنجيب في الاخر في نهاية الجملة for ومدة الايه الحبس. ده بالنسبة for. اما بالنسبة sense. sense معناها منذو. sense معناها ايه منذو. اه وتأتي بعدها تعبير زمن يدل على بداية الحدث. يبقى for مدة الحدث. اما sense بداية الايه الحدث. بداية الحدث ده ممكن يبقى من يوم الحد مثلا من شهر مايو. من سنة الفين. من من الساعة خمسة مثلا اللي هي اقلاق. او ممكن اقول sense zen منذ ذلك الوقت. او sense اخد بالي بقى من last بس. مش زالست. احنا هنا كنا لسه بنقول فوق ايه? for the last ومد. اما sense. sense وايه? sense وlast بس. وممكن اقول sense او ممكن اجيب بعد sense جملة ماضي بسيط. وهنا sense هتربط بين جملتين الجملة الاولى مضارع تام وجملة التانية ماضي بسيط. ازاي بقى? او ليه? انا بادرس انجليزي منذ ما كان عندي تمن سنوات. ادي sense وجملة الماضي البسيط. هنا مضارع تام وسنس وماضي بسيط. دي بداية الحدث. منذ ان كان عمري ثمان سنين وانا بادرس ايه? بادرس انجليزي. she has او he has worked here since 2007. هو بشتغل هنا منذ 2007. يعني بداية الشغل بتاعه او العمل بتاعه كان في سنة 2007. يبقى ده معناه ان احنا بنجيب وhave او has والتصريف التالت للفعل وبنجيب في نهاية الجملة sense وبداية الايه الحدث. ده بالنسبة لي استخدام مع المضارع التام. بيجي وراها مدة الحدث اما sense بيجي معاها بداية الحدث. في ملحوظة مهمة بقى السنة التالتة اعيزاكو تاخدوا بالكم انها. اللي هي ايه? ان احنا ايه الفرق ما بين? have او has been to have او has gone to. يعني احنا بنجيب الفاعل اعطي خالص اهو. وبنجيب have او has بناء على السبجيكت. ولكن been to we have او has we gone to. وبنجيب معهم المكان. الفرق ما بين دول. هو اه الفرق انحنا عندنا لو استخدمنا. have او has been to معناه ان ذهب للمكان ده ورجع. يعني هو لما لما نقول ايه? i have been to paris. انا ذهبت الى باريس. معناه ان انا رحت باريس ورجعت تاني. معناه ان انا انا دلوقتي في القهر. ولكن have او has gone to مع المكان. ذهب للمكان. ولم يعود. يعني هو لسه موجود في المكان اللي هو رحت. زي ما قول. my father has gone to paris. بابا ذهب الى باريس. معناه ان he is still there. هو مازال فين في باريس. ده الفرق ما بين. have been to and have gone to. ناخد بالنا من النقطة دي. طيب انا بقى اسأل. عايز اسأل عن المدة في زمن المضارع التام. باسأل بي. how long اللي هي معناها كامل مد. how long كاداة استفاهم بيجي بعدها فعل المساعد في المضارع التام اللي هو have او has. والفاعل والتصريف التالي للفعل. زي ما يقول لي مثلا. how long have you studied english? كامل مدة اللي انت بتدرس او انا بادرس انجليزي. اه لمدة عشر سنوات. يعني انا هنا بقالي عشر سنين بادرس انجليزي. يبقى احنا سألنا عن المدة بhow long اللي هي معناها كامل مدة. بعد ما شرحنا اللي هو زمن المضارع التام. تعالوا بنا نشوف بقى ايه الفرق ما بين المضارع التام او استخدام المضارع التام واستخدام المضارع البسيط. the difference between the past simple and the present perfect. ده الاختلاف ما بين استخدام الزمنين اللي اتنين. اول حاجة اللي هو زمر المضارع التام بقى بيقول ليه بيعبر عن حدث تم في وقت محدد غير محدد في الماضي. زي ما قلنا ان المضارع التام ما بيهتمش بالزمن قد ما بيهتم او ما بيهتمش بالوقت اللي بيحصل فيه الحدث قد ما بيهتم بيه الحدث ذات نفسه. يقول لي صموان حد سرق الشنطة بتاعتي. انا اهتم باني الشنطة تسرقت. ولكن اخد بالي بقى هنا في المضارع في الماضي البسيط بيعبر عن حدث تم في وقت محدد في زمن المحدد للوقت. زي يقول لي ايه? someone stole my back yesterday. هو هنا ذكر لي مبارح. مبارح. حد دلوقت اللي هو ايه? مبارح. طيب بعد كده بيقول لي ان زمن المضارع التام بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ولم ينتهي. زي ما قلنا ان هو بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ومازال المجتمع. معنا ان الحدث ده لسه مخلص. زي ما اقول ايه? انا بعيش في الشقة دي منذ خمس سنين. معناه ان انا بعيش من خمس سن وما زلت عايش فيه. ولكن الماضي البسيط يعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. زي ما اقول ايه? انا عيشت في الشقة دي لمدة اه خمس سنين. ولكن سبتها بقى بمشيت ودلوقتي مش مش عايش في الشقة دي. انا جبت المسالين فيهم فور عشان اعرف امتى فور هنا ماضي بسيط وامتى فور مضارع التام. هنا مضارع تام الحدث مازال مستمع. اما هنا ماضي بسيط لان دلوقتي الحدث انتهى في زمن الماضي. بعد كده بيستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحالي. زي ما اقول انا انا اقود يعني او كده ذي السيار. دلوقتي لاثر بقى او النتيجة ان انا اقدر ان انا دلوقتي قادر ان انا اقود السيار. اما زمن اه زمن الماضي اه البسيط يعبر عن حدث تم في وقت في الماضي وانتهى زي ما انا اتعلمت ان انا اقود الشهر الايه الماضي. بعد كده ا 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 الدوري الممتاز طيب هل محمد صلاح توقف عند هذا الحد لا طبعا الاهداف دي طبعا قابلة للتكرار ان هي تتكرر تاني في دوري تاني يبقى انا هنا المضارع التان يستخدم للتعبير عن حدث قابل للتكرار بما ان مو صلاح لسه عايش ولسه بيحرز اهداف فطبعا هو ما اكتفاش عند هذا القدر ولكن هنا زمن المواضي البسيط بيعبر عن حدث غير قابل التكرار او التعديل ليه بقى زي ما يقول هنا نجيب محفوز نجيب محفوز كتب الكسير من الروايات النجح طيب هو هنا الفعل بدأ وانتهى في زمن الماضي ولكن غير قابل للتكرار لان طبعا نجيب محفوز طبعا اه توفية لذلك هو مش هيقدر يكتب اه نوفلز تاني يبقى هنا استخدمنا زمن الماضي البسيط علشان نعبر هنا عن ان الحدث ده غير قابل للتكرار ده الفرق ما بين استخدام المضارع التام واستخدام الماضي البسيط بعد ما شرحنا المضارع التام وعرفنا الفرق ما بين استخدام المضارع التام والماضي البسيط تعال شوف بقى اكسرسيز كده مع بعض بيقول لي هل سبق ان انت اه طبخت كده وجبة للأسرة انا عندي هنا يضبخ ولكن اخد بالي ده مضارع تام وهيز والفاعل والتصريف التالي يبقى طبعا ده فعل منتظم يبقى انا هنا عرفت مني ان هو فعل منتظم انا عارف هو ده مش موجود في جدول الافعال اللي هي جير منتظم في عركات من الافعال اللي هي منتظم يبقى انا هنا علشان اقدر احل سؤال زي ده بكل سهولة لازم اكون حافظ الافعال اللي هي جير منتظم انا بعيش في الشقة دي منذ ان اشترت احنا قلنا بتستخدم فعلا مع المضارع التام ولكن بيجي بعدها جملة ماضي البسيط يبقى تصريف التاني من باي علي عايز اقول هو اه معاقق او من زوج الهمم منذ ان كان عمره كان خمس سنين يبقى احنا معها جملة ماضي بسيط يبقى احنا هنستخدم هنا زمن المضارع التام المضارع التام بيتكون من هاف او هاز والتصريف التالت للفعل علي مفرد يبقى هاز وي بي تبقى بن تصريف التالت بن يبقى هاز بن they have ever visited the zoo عايز اقول هما يبقى انا هنا عايز اتكلم عن خبرات سابقة لكن اخد بالي دي جملة مش سؤال يبقى never هما ابدا لم يزوروا حديقة الحيوان اختي عايز اقول زهبت للتصوق الاسبوع الماضي عيني على الماضي احنا قلنا ان شرحنا قبل كده الماضي البسيط وقلنا بيتكون من التصريف السنين للفعل وقلنا ان الكلمات اللي بتعبر عن زمن الماضي البسيط يبقى انا هنا هستخدم مع الماضي البسيط التصريف التالي من go how long has you been to as one كم المدة اللي انت كنت فيها في اسوان اخد بالي بقى how long دي كم المدة بيجي بعدها have or has والفعل والتصريف التالي انا عندي يبقى have بعد كده بيقول لي هنا اين two years ago منذ سنتين اجوعيني على جو بقى i visited the Egyptian museum sorry هي المفروض الجملة هنا كانت فيها ايه visit بس وكان المفروض تصحيح الفعل visit ولكن طبعا سهوا انا كتبت الفعل صحيح يبقى i visited يبقى هي الاجابة دي اجابة صحيحة المفروض كانت visit يبقى احنا كتبناها آآ طبعا وخلناها آآ visited يبقى two years ago ماضي بسيط انا زورت المدحف المصر وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او في اي جزئة في المنهج مش فاهمها من البداية لحد ما احنا وقفين يكتب لي في انا برد على كل اللي بتجيلي ولو لسه متابع معنا النهاية لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد طبعا دعمكم مهم جدا لنا لانه بيشجعنا ان احنا نقدم اكتر ما استمر اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته